مش مقصورة فقط على اللاعبين ولكن النهاردة كوادر إدارية كوادر فنية فالنهاردة النادي الأهلي هو يعني مصنع مصنع للنجوم والكوادر اللي بيستفاد بها أكيد منتخباتنا منتخب مصر هو الهدف الأساسي طبعا لنا يمكن الخبر اللي قالته زميلة العزيزة مريم عن فريق كرة الطائرة رجال يمكن فيه خبر الحقيقة بالنسبة لي كان مفاجأة وهو طبعا فوزنا بذهبية يعني كرة الطائرة سيدات الشاطئية خلينا أقولكم أنه اللعبة دي صعبة قوي وصعبة قوي على السيدات بالشكل خاص ليه؟ أنت اتنين لعبات في نص ملعب على الرمل فلعبة صعبة فالنهاردة بتبقى الناحية البدنية مهمة صح مجموط بدني جير جدا بالضبط وإحنا من لعب أفريقيا الصمراء في اللعبة دي لأ بنعاني يعني أخدوا من التاريخ إحنا بنعاني الجميل أن دعاء الغباشي نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر ولعبتنا الدولية طبعا هي وزملتها طبعا مروة مجدي اللي كانوا بيلعبوها بمناسبة مروة كمان لعبة النادي الأهلي السابقة هم تشكيل منتخب مصر نجحوا أن هم يحصدوا ذهبية الكرة الطائرة أو الكرة الشاطئية بعد مباريات الحقيقة عنيفة ومع منافسين يعني من أصحاب البشرة الصمراء اللي هم أصلا بيتميزوا بالقوة البدنية فلكم أن تتخيلوا قد إيه دي كانت مفاجأة الحقيقة لها على المستوى الشخصي طب خلينا نشوف المشوار مشوار المنتخب كان ماشي إزاي يمكن فوزنا على السنغال ونيجيريا وما أدراك ما السنغال وما أدراك ما نيجيريا في هذه اللعبة أنت من قوة السيدات هناك بتحس أنت بتلعب بصوت فريق رجال لأن هم بيكونوا بيتمتعوا بقوة بدنية تضاهي الرجال يعني جوة بدنية قوية جد وفوزنا عليهم بنتيجة 2-0 وبعد كده فوزنا في الدور اللي بعد كده على منتخب أنجولا برضو منتخب أنجولا من المنتخبات الجيدة وبعد كده رحنا دور التمني على كينيا وما أدراك ما كينيا وفوزنا عليها بنتيجة 2-0 وقبل النهائي فوزنا على رواندا بنفس النتيجة وبعدين طبعا يعني كالعادة كالعادة أو كعادة نادي الأهل إنه دايما بيخرج لعبتنا أو لعيبة كوادر للنادي الأهل طبعا وصلنا للنهائي وفوزنا بالمديلية الذهبية وطبعا ده صورة من أرض الملعب زي ما قلت حداكم شايفين أرض رملية اتنين لعيبة في نص ملعب كامل أو اتنين لعبات في نص ملعب كامل مارين لا صعبة صعبة جدا يا كابتن هيسم ولكن الحقيقة هيبتبقى ممتعة في نفس الوقت ولكن زي ما انت قلت مواجهتنا مع كل الفرة الإفريقية بتبقى صعبة جدا وده مش بنشوفه بس في يعني الكرة الطائرة الشاطئية أو غيرها من الألعاب زي ما احنا شفنا خلال برضو الفترات الماضية والسيزن اللي فات لما كنا بنتواجه في كرة اليد تحديدا في كأس الكقوس وفي البطولة الإفريقية حقيقة كانت مواجهات صعبة جدا لكابتن هيسم ولكن قدرنا ان احنا نعمل فيها نتائج كويسة جدا وده اللي احنا دايما بنقوله ان النادي الاهلي أو اي عنصر